مشاهدينا ضيفنا اليوم بطل من أبطال ذوي الهمم حقق إنجاز كبير بالفوس في فريق كرة السلة على الكراسي المتحركة بنادي خورفكال المعاقين بلقب دوري كرة السلة على الكراسي المتحركة لثلاث مواسم متتالية صحيح زيلا مشوارها الرياضي وكيف أثرت الرياضة على حياة الشخصية والمهنية ومحاواتها المستقبلية نصائحة للأشخاص اللي من أصحاب الهمم اللي دايما يسعون لتحقيق النجاح في حياتهم في محاور فقرة متميزون مع ضيفنا الكابتن بدر جاسم محمد عبدالله الحماني لاعب فريق كرة السلة على الكراسي المتحركة في نادي خورفكال للمعاقين أهلا وسائنا فيك يا بطل أهلا فيك نساك الله بالخير نساك الله بالنور يا مرحبا مرحبتين يا بطل أولا نحن نتشرف ونسمو حقيقة بتواجد أمثالكم أصحاب الهمم اللي نعتز ونفتخر دائما بهذه الفئة الفئة العزيزة والغالية على قلوبنا أكيد يعطيك ألف عافية الله يعافيك والأبطال عليك أكيد طبعا أول شيء أبارك النفسي وبارك لك من ثم على هذا الإنجاز يعني الكبير يفوز بلقب دوري كرة السلة على الكراسي المتحركة مع نادي خورفكان للمعاقين لمدة ثلاث مواصم متتالية السؤال حقيقة واللي لابد أن ينطرح بدر كيف هذا الإنجاز ما هي العوامل اللي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز ولمدة ثلاث مواصم على التوالي طبعا أول شيء أعرف كم باسوي بادر جاسم الحمادي ونعم من دوي الهمم لعب في فريق خورفكان الكرة السلة هالإنجاز يعني قليل بحق صاحب السمو الشيخ السلطان ها قليل في حقها ها شيء يعني قليل لنا نقدم حقها صحيح ثلاث مواصم وخاصة هالسنة ما في من أندية الشار جايبين بطولات إلا ثنينة من فأت الأشبال وإحنا الثالث هالإنجاز تعبنا عليه في ثلاث سنين تعبنا تعبنا وايد كابتن الله يذكره بالخير جاسم نعور تعبو يانا وكابتن خالد تعبو يانا الحين في هالموسم خاصة هالموسم الأخير كل الأفرقة شتتت أن احنا بأي خطة بنلعب مع فريق خورفكان لأن حاليا فريق خورفكان عنده أكثر عن خطة موسمين اللي طافوا كانت خطة وحدة مع أخواننا الأجانب اللي هم محترفين عندنا في الفريق هالموسم بس هالموسم تشتته من كل الطرق أن كل اللاعبين لو جاسم كابتن فريق قاعد برع موسم كامل ما عنده أي مشكلة فيه بديل بديل جاسم قاعد برع فيه بديل حق حمد بضب فيه بديل حق بدر فيه بديل حق بزيد بس الأجانب موجودين بدر ولا موجودين بس محطينهم يعني ستاند باي ناخذ خبرة منهم بضب ما قصروا يعطون لعبين خبرة نعم واكتسبنا منهم خبرة هالشي حفزنا وهالشي رفعنا فوق يعني نعم جميل وخطتنا يعني هي اللي هي اللي أربكتهم وهي اللي اللعبين عندنا يعني لو دخل أي خطة خلاص ما عندك أي مشكلة صاروا متأقلمين أيوة صرته أبطال ما شاء الله أبطال يعني أبارك لك مرة ثانية بدر بهذا الفوز الرائع أنت فعلا بطل فخورين فيك نفس ما قال علي بتواجدك اليوم معنا في برنامج استيديو لفجيرة خلينا نتكلم عن بدايات رحلتك الجميلة في هذه اللعبة وهذه الرياضة الرائعة المتميزة كرة السلة يمكن أن أطاول عليكم بالكلام فضرحتك بدايتي أنا طبعا في عاقتي هاي من 2020 حادث دراجة أول أيامي كانت صعبة علي شوي ثلاثة شهور في المستشفى وعلاج طبيعي وعفسة بعد ما طلعت قلت لا يعني أنا ما أقعد شي كنت أروح الجم رديت الجم على ربيعي يعني ربيعي هو يمشي ما في من لسوياء ما في أي شي أروح إلى الجم أتحرك أروح وأرد فجأ أبو يكلمني قال لي في حد اتصل فيني وقال حقيبونك نادي المعاقين قلت له أنا ليش أروح نادي المعاقين أنا مش معاق قال لي لا عشان تروح هناك وبدال ما تروح الجم هنا وهذا تروح هناك يحسن لك قلت له يبا أنا ما بأروح هم معاقين أنا من معاق قال لي خلاص من المشكلة وش هل لي فكرة من رأسي أني أنا خلاص ما بأروح المكان بعد يومين وثلاث يابها لي بطريقة ثانية قال لي شو رايك نروح نشرف كارك نتمشي قلت له يا لقم طلعنا فجأة شفت عمري عند وين نادي المعاقين قص عليك ويستقبلوني هناك الإدارة قلت خلاص الآن ما باليد حيلة نزلت جربت كذا لعبة أول شيء شفت النادي اللي في النادي يعني يدخلون للقلب الصد يعني لو تشوف إعاقتك وإعاقت غير يمكن أنت تهون عليك نفسك عن غيرك أن تشوف الإعاقات الثانية يعني أنت ولا شيء يعني صح أنا قطع كل من من هني قطع كامل في الحبل الشوكي بس في عاقات ثانية لو تشوفين أن لا بدر أنت وايد أحسن فدخلت النادي لعبت كذا لعبة لعبت أول شيء قص السهم اللي هي السهم بعد فترة قلت لا أنا مش مرتاح أنا بس شيء واقف مكاني ما أتحرك أنا بحركة استقبلني كابتن خالد الله يتكرر بالخير وكابتن جاسم ناعور لعبت يوم فكرة السلة جربت أول شيء شفت أنهم يطيحون يتقلبون قلت لا أنا خاف أتعور أنا ظهري كل حديد مع الأيام طيحة طيحتين خلاص بعدين أمحطي هنا شيء في رأسي أنه لو لم أطحت أنا لا أتعلم الواحد لازم يطيح حشو أن يتعلم وهذه يعني هاللي شجعني أكثر وتميت في هاللعبة وإن الله ليس رياضي يعني حلوة القصة بدر كانت من تشجيع ودعم الوالد الله يحفظ لك هو اللي وداك للنادي جميل جميل الله يعطيك الصحة والعافية الله يعافيك وبدر شو تعني لك كرة السلة حقيقة من كراسي المتحركة كيف أثرت عليك في حياتك الشخصية المهنية العائلية مع أنك أنت ما كنت تلعبها قبل ما كنت لعب كنت لعب طائرة قبل لعب طائرة بولي بول يعني بالطائرة للسلة شوف تخيل من البولي للباسكت في فرق شاسع فرق شاسع أنت كرياضي فاهم شو أقول فاختلاف الاختلاف هذا صار ممكن نقول مجبرا أخاك لا بطل ولكن شو نمى فيك هذا الاختلاف شو نمى فيك اتجاهك للباسكت بول الباسكت بول حاليا صار كل شيء في حياتي تشجيع والديني عليه وزوجتي وبنتي آمن الله يحفظها الله يحفظها في كل تمرين هي تكون معاي هي اللي تشجعني أمون اللي كانوا موجودين قبل هي موجودة ما شاء الله عمرها ثلاث سنين حاليا الله يحفظها لك طول هالسنين هي اللي وياي في يلا بابا يلا يلقوا ترينينج يلقوا باسكت بول يعني قاموا تشجعني على هالشيء أكثر وبعدين اللعبة مثل يعني أي لعبة تلعبها مرة مرتين خلاص تدخل القلب مستحيل أنك يعني تهدى لو أنك تقعد يعني في المباريات لو أنك تقعد برع في الدكة خلاص ما تقدر فيك فيك حماس فيك طهر تبيطلع قهرك تبي يعني الخصم اللي عندك ناوي تطلع قهر سنين كلها فيهو لأن اللي يستوييننا في المباريات مثلا تقليب ولهذا يعني شيء مبسهل شيء أبدا مبسهل يعطيك العقل شيء يبيه لها قوة يبيه لها عزيمة يبيه لها إصرار يبيه لها أنك تكون محطي تارغت محطي لك هدف إذا الأسوياء يعتبرون يعني أن لعبة بسيطة لعبة بسيطة عند الأسوياء اللي يمشون ما عندنا تعال نشوف 40 دقيقة نحن رايحين رادين وبيدنا كورة نتفكر فيها بروحك طبعا تحدي كبير ناس ما ذكرت بدر يبالها عزيمة إصرار وأيضا تحدي أنت تكلمت عن العوامل اللي شجعتك وخلتك بالفعل بدر تثبت نفسك وتحقق ما شاء الله هذه الإنجازات للعام الثالث على التوالي قلت أكيد تواجد زوجتك الله يخليها لك وبنتك أيضا الله يحفظها ودعم الأهل من حولك لو نتكلم عن مهاراتك اللي تغيرت شو تحس تغير فيك بدر من بدايت ومن أول يوم دخلت فيه نادي حتى هذا اليوم سلوبي مع البيت تغير كامل البيت قاموا يشوفوني فترة أطول قمت أنظم وقت حق البيت وقت حق الأهل حرمتي وبنتي وقت حق النادي قبل ما كان فيه لا وقت ولا شيء من بعد الحادث من استقلتنا من بعد الحادث كان ما فيه وقت ما فيه شيء خلاص قاعد في البيت النادي أرجع أسافر علاج أرض بس الآن من بعد النادي قمت حتى ما أرغب أني أسافر علاج خارج الدولة وخلي النادي لو أنا فترة علاج خارج الدولة والنادي عنده مباريات أكون معه مع تواصل لايف ما شاء الله لا يعني ما أعرف كيف هو صفلت الشعور اللي أنا فيه حتى و أنا خارج الدولة خلاص ودي أكون في المباريات لا ليش تسوون لا ليش هذا ليش هذا بس ما تقدرين تتكلمين خلاص تحس أن اللعبة وهذه والرياضة بدر صارت جزء منك جزء من حياتك يعني نحن فخورين بتواجدك معنا اليوم أنت ما شاء الله نموذج يحتذى به من أصحاب الهمم والأبطال وأنتوا فعلا أصحاب الهمم ودائما توصلون إلى القمم نتمالك كل التوفيق إن شاء الله في هذه اللعبة الجميلة وشكري لك على هذا التواجد الرائع وهذا الحوار المميز والشيق كل الشكر لك لاعب كرة السلة على الكراسي المتحركة في نادي خور فكان للمعاقين الكابتن بدر الحمادي شكرا لك أعطيك العافية العافو